نفترض في خبر ان يابون ورنو برودرد يدش سوبرمان معه شازام احنا راح نتكلم في التسجيل راح نخلي بودكاست اللي هو اكستندد اللي بتابع حياة الله وهذا وراح نحط للمختصة كمل فقالوا لنبي كنتش فيلم شازام الظاهر صار فيه شغلة مشكلة بالبيمنت طالبي مننا حق شازام نفسه حق شازام ما شي ما قدر يعني هو فعلا مو موجود المفروض اي ازان يعني احنا ولا المفروض يبونه داخل بس صارت اشكالية مع هنري كيفول اللي عقوبها صار فيه رومر ان هنري كيفول طلع من تبثيل سوبرمان انزان انزان السؤال بس هو طبعا نفه الموضوع ماشي سؤال سؤال بغض النظر اذا طلع ولا لا اذا اهو حطوا ويها هم ما راح يعجبني ليش بالعكس هذا تيزر انت شحق تشوف انت كافي تشوف اعلانته مو هاذا لبسه انت الحين ويضع لك اخر فيلم اه قد ذكر لك طبا قدر ماذا ويضع لك اخر فيلم ترى هذا تيزوح ايه يشيشك على الفلام الياية انت ما تدري شون راح يساوي بالعكس هذه الحركة هذه الحركة حركة فنية مارفل تسنين هم يساوي هالحركات والناس كلها ما شاء الله تصافقوا كل شيء تمام اوكي هذه الحركة تختلف عن مارفل واي تختلف عن مارفل ولكن فنية انا عجبتني صح الشي اللي سونا صح لا يحطونه ايها ما عندي مشكلة هم حلوة انا بيني بينك عادي قدرون نحطوا ايها سي جي شنو المشكلة سي جي افترض انه مو مو داش في التمثيل او خلص العقد معاهم او كذا عادي شنو نحطونه سي جي شنو يعني حطونه سي جي وايد افلام وايد افلام يبون انه ممثل شبيه او سي جي اتدري احنا ثاني مرة من شفت الفيلم اذكرت القطة اللي قطوها الاثنين الاسبيان الشياطين اي واحدة لما قالوا له اه انت بيتيب انت بيتيب هذاك شزام اه ليش بعد ما تتيب لنا سوبرماني بديزيرت معاهم ايه صح صح قطة فهذه القطة المفروض انت تحطه ببارك ايه بس هذي شطارة الفيلم انت ما توقعت ايه عان لما اندرش افلام شلي كرهني في الافلام لما تتوقع وصير ايه ايه انا ما توقعت هذا كله اصلا ثمانين بالمئة من الفيلم ما توقعت منه يصير ترى ولا ترى اذا اشوف اه انا ما شفت كله اللي ترى ارى بس اغلب اللي شفتهم انا شفت الدعاية انا شفت مارفل فاميلي يطلعون انا شفت الدعاية او ما توقعت هذو كله ان يصير تخيل معني شفت الدعاية ويا اللي رفيجي وقال لي لا تشوف شازام لان دعايات دي سي اقوى من افلامهم هالمره هو غلطان هالمره هو غلطان انا شفت الفيلم ايه انا شفت الفيلم وائد اختلف بالذوق ولكن الحين انا اقول شازام انا ابي اشوف على فكرة ابي زاك سنايدر يرجع حق جستس ليك وجاك سنايدر خلي دخلي شازام بس يحافظ علي يحافظ علي هذا النوع وشوفوا شون رح يصير الفيلم انا عتود رح يطلع ويركب مع زاك سنايدر رح يركب رح يركب المخرج اخراج حلو صراحة المخرج منه المخرج الله يسلمك شو ما نسوي لك نسوي لك افلام رعب يعني شلون لا والاسف فيلمين له رعب خياس بالنسبة لي اذا شو الافلام اللي ضرب فيهم اللي ضرب فيهم عندك شوف ما في شي قوي ضربت صراحة يعني صراحة اذا هذا اول فيلم انابل كرييشن اللي هو يعتبر ثاني فيلم رعب انابل بالنسبة لي معفن وفيلم اسمه لايتساوت فكرته حلوة لكن بعدين تمر بس ما نسوي شيء اذا نسيلك سؤال هذا معناته ان شازام هو التوب حقه معناته هو كتب لا اسم حفر لا اسم من اسف فيلم شازام بس ايه لا صراحة اخراج حلو لا جد جد اخراج حلو وانا يعني الملابس 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 قال تحسسك ترى انا سوبر هيرو غصبا عليه زين انا ممكن ممثل مو هالعضلات اكيد ولكن انا ما انتظر ملابس انا مستانس منهم انه دم شريء حتى وقفتها ممثل سوعب انه في شيء غلط انه ترى ايه ترى انا سوبر هيرو بين قوسين واقف شيء غصبا عليه انا سوبر هيرو انتشفت اول 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 ما يطلع من القطار طانغ لانا مو استوعب النارات ايه كبرت شك بوم انا كباب بوف ضرب لا 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 اهو حلو اهو حلو اكو 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 لقطة انتبهت لها عجبتني حيل المارفل فاميلي لو حطوا لو حطوا كلهم نفس نفس العقلية ترى احنا نضايق بالعكس حطوا واحد يلعب في دي جيمز حطوا واحد يموت على الدايت بس مو حصل والبنت الياهل انه ما تعرف تتسكر حاجها بس ان ايه وصارت هم يعني هم قوة قريبة من ثوالتها ايه اوه اوه لما نحطوا اخرش الكريدتز ايه صاحبنا ما كان عاجبا الروك ثيم ايه تكلمنا عن الموضوع نقول هذا ما ليهال واحد زياد لا الروك الروك ثيم ايه الروك ثيم ترى هذا ترى لنا هاي سكول ايه هاي سكول او او يعني الفلام الهاي سكول دائما نهاية الفيلم انا هل لقطة عجبتني بالعكس هذي ميزة هذي موعب وهو معاجبة بالعكس هذي ميزة هذي وايد وايد حلوة الرسم اخر شي ظاهر الرسم شو 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 الرو اخر شي حلو بس انا ما فهمت على فكرة انا ما فهمت منو كان قايخاطب الفلن داخل السجل هذي الله يسلمك شخصية هي ايه ايش اقول لك اه ما بيحرقوا هاي بخلي الناس ناشي اهو شنو علاقة الدودة في الموضوع الدودة شفتها مرتين انا بالفيلم ايه اول مرة كانت شذي على السريع مع اني شفتها واقفة ايه ازين ما خالف هذي هذي في شي ضروري يعني لازم اعرف فيه بالفيلم على الساس انه ممكن ممكن ينزل ازا ثانا اكون افاهم هالدودة اشترافتها ومو فاهم الدودة منو ازين مستر مايند اه ريال نيم انبرونونسابل مستر مايند شكلها دودة 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 صج او معناتها صج دودة ايه لا دودة صج ازا ثانا مستر مايند يعني احضر ويحدة مذنذا ازين مستر مايند يعني يعني هو قهي فهمني انه ممكن هذي يكون العدو رغم اثنين في الفيلم اليان شوف الدودة هذي الشخصية واسمه مايند نطق لانه هو هوا ياي من كوكب فينس يعتبر ايه واحد بالعربي فينس زهرة ايه ياي من كوكب هذا فهو يصير شراكة مع الدكتر سيفانا اللي هو هذا سيفانا يعني مو سيفانا سيفانا زي يصيرون شراكة ويروحون يصيرون نفس هجوم على الأرض عشان يسويون اللي هو بس الدودة نفسها عندها قوات خارقة ترى قوات التلبية هذا معناته ترى يعني ورعونا فلن ثاني ورعونا فلن ثاني بالكامل ونحن ما ندري أنا لنبين بك ما أتابع ف أنا شوف أنا لمن طلعت أنا قلت لك أنا عرف كابتن مارفل أوه وأعرف كابتن بلاك آدم بس لما قالوا سيفانا قلت سيفانا تكرت بالغلط بس مو مهم يعني سيفانا ترى شخصيته بروفيسور معتوه ولكن عبقري يصنع أشياء ضد بس ما عنده سوفر باور اللهم عينه اليمين يتشوف الماجيك يصيد كابتن مارفل أو شازام عفوا وهو إنسان بلباس يحس يشوف ماجيك فهي الحق لأنني نتحول هنا يعرف وهو الوحيد يعرف كابتن مارفل ما هي الخصية الأصلية فشراكتهم هذا معناته على الفكرة هذا معناته الفلين الأصلي اللهم اسمه دارك شنو؟ بلاك آدم بلاك آدم ممكن ما يطلع الحين ما أدري ممكن يطلع شي يأثر على الوحيد مثلاً ويختفي بعدين يكمل الفلين العادي وهو الدودة ما يعرف اسمه منه ممكن باين ورانا فلين كامل بس لا شوف ما دام حطوا يعني سهلة جداً حق أي مخرج يبلك بلاك آدم الكل يعرف من بلاك آدم بس أنك تهيب شخصية ما أحد يعرفها على جنب تعطيه دور يعني أنت تبطل الوحيد صح؟ ايه عشان شكراً لك أنه عندما يدش جسوس ليك أنا أعتقد شهازام يركب أن يدش جسوس ليك لأن شهازام يعني فكرته مع مع عوالم ثانية عوالم ثانية عوالم ثانية يقدر يأثر عليه بشكل ما خصوصاً أنه أصلاً لم أخذ قوةه إلا من العوالم الثانية الفيلم حلو أنا ما عندي أكثر ما أنا أقول من هالكلمة والفيلم حلو يستاهل الجزء الثاني ايه يستاهل بعض جزئين زيادة عشان أن يكون أن صج أشبع منه أبي بعض جزئين منه على نسه المستوى وأقوى ما بينزع المستوى ونتمنى يدش مع ربعنا وخلنشوف يدش مع ربعنا على الأقل على الأقل كاميو سوفرمان كاميو ممكن كاميو يطلع هذا ايه روع الفيلم اللي ما شافه خلي روح يشوفه واللي ما يقدر يشوفه على السينما شوفه لأي وقت وكنت تابع مع رفيجة دي في دي 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 دون لود إن شاء الله عاد يحطونه معه نتفلكس نتفلكس ما عاش فيها اليوم تقييمك شنو كان أنا كنت معطيه مبدئيا كان تسع ونص كان تسع ونص بس لما أعطوني هذا تسع ونص قبل اللقطات الأخيرة يعني أنا خلاص كأني عطيتها لما شفت لقطة مارفل فاملي زائد سوبرمان تغاضيت عن العيوب أبدأ أكترا بوينت فهمت فهمت يعني صار فول بوينت كامل الفيلم حلو تابعوا يا جماعة الفيلم وايد وايد حلو معاكم دي أن اس بي ونواف ونواف حياكم هدا يا جفر اصند via وغدا